وسط مشاركة دولة الكويت في أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر تحول الطاقة المنعقد في العسمة الألمانية برلين تحت شعار تحول الطاقة تأمين مستقبل أخضر والمتخصص في بحث سبل واليات الانتقال من الاعتماد على الطاقات الحفورية إلى الطاقات المتجددة أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر يوم أمس أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وألمانيا بشكل يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وأكد البدر أن الوفد الكويتي ناقش سبل تحول الطاقة وتبادل الأفكار والخبرات والوقوف على التحديات الملحة المتعلقة بالقضايا المناخية وطرق حلها وإقامة شراكات في مجال الطاقة سعيا لتحقيق انتغال عالمي للطاقة يحاقق السلامة البيئة الأمنة باستخدام الطاقات المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر والتحديات ذات الصلاة